حضراتكم كابتال ريضا عبدالعال في دي فيقتنا كابتال ريضا كنت بتقول فيه اول ما بيصفر هولمن في الاختراق الضحية يعني زي ما نقوله وكده يعني كان فيه عيبة تبقى فرحانة اول من الجاري كنت طبع ان انت بتكره الجاري انا عارف يعني لا ده انا كان هو عدوي ويمكن انا بطلت وكوره عشان الجاري انت مهارة فائقة كابتال فالمهارين ما بيحبوش الجاري حالس اه كنت انا وليد صلاح لعبدالجليل كان بيحب الجاري جد مين حالس اه تخيق على محمد عبدالجليل اه بس عبدالجليل مهارة مختلف عن نقم ايوا بس قلنا في مركز شباب الجزيرة الوعب لحب الجاري ده بس اقولك ع الواقع دي قلية تخيقنا في مركز شباب الجزيرة بنجري ضحية اللي هي بتاعت الحصه كان خمسة كيلو ساعتها حاجة اللي هو بتاع سبق الاحصانة ايوه عارف عارف عوالي اغدلج مالك شباب الجزيرة ده وكرامل اه والكلام ده انا طبعا ما بحبش الجاري وكنت لسه جاي وكان باركر ساعته بقى لسه مختارني والكلام ده ولسه يعني ممكن اتقايده ممكن ما تقايتش وعمل لنا فترة اعداد الصبح فكان كابتن حمادا يقيل عن فانيلا ويرض الدماغه ويرض الدماغه ويعض له لفتين ثلاثة عمل معنا الليف احنا الليف هو اياه وما فيش مرقب عليه لا ما بيعادي بقى انت اللي بيلف بييجي بيتقايد بتقايد اللي بيلف ييجي تقايد هو ما بتقايدش كيلو لا ما بتقايدش اغدالك فجيت بقى في الاخر عايز اه اتعب فاضلي لسه لفتين فعايز ارقالي اجري كم هو انت الولي بيقولك اه اه ما مش عايز عشان ما يبقاش شكلها هو اعيد لا مجموعة بقى اه دلوقتي كتن بقى خلاص دلوقتي ساعات واش عارف ايه اه ما خلاص جا مش محتاج المدارة بيجري وراك هو لا لا خلاص وش الساعة يشوف هو مع انت التكنولوجيا دلوقتي دخلت في كل حال مين اكتر راح بيحب الجاري هنا في الاهلي ومين اكتر راح كان بيحب الجاري في الزمالي انا اللي اتفاجئتي به محمد رمضان والله اه والله يعني انت اول ما روحت النادي الاهلي فانا عارف ان محمد رمضان بيجري يوعد يعمل كده وبتاعه فانا قلت ايه هيبقى زي لما جي اعمل اه لما جي اعمل الاول كبر كبرتست اه فانا بصيت كده على اللعيبة اجري جنبه ده فعني يا رمي تعلمين انا بحبش الجاري فقلت بس محمد رمضان ده هيجري معايا ويسليني اه كوكسن بالله فاروق وهو طبعا ربنا ادي له الصحة فاكر الموضوع ده فاول ما جيت بقى وقتوله هنهجري معاك والكلام ده قال لي ماشي اه لو اخدك اه 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 طبعا اه اسامة عربي فزيعة كان في الحاجات دي بيطلع الاول فزيعة اه عنده قوة تحمل غير طبيعية اه فالمهم فقلت له رمضان انا هنهجري معاك قال لي تعال بس بشرط قلت له قل ارمي رجلك بس عشان ما تتعبش ارمي رجلك يعني ايه 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 سيب رجلك خالص كده اه 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 قلت له ماشي عشرين متر لقيته فارق عني بتاع حوالي نص كيلو اللي هو بقول لي ارمي رجلك اه 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 طوله لا ما اكرف بنا بقى هم وصلوا اه وخلصوا وانا لسه كنت في اللفة السادة واللسامة اما كنت مدرب كنت بتعمل لعيبة تمرنات مختلفة في الجاري عن لعيب اخر؟ في فترة الاعداد طبعا فترة الاعداد دي اللي هي بنية اللعيب طول الموسم الاساس هم فكنت لازم تتكي فيها شوية بس الصبح بدني اخر نهار كورة عشان ما تبعدش الحساسية عن البدني يبقى اللي اتنين على طول مرتبطين يعني الصبح على طول بدني معروفة من بعد الفجر لغاية اول ما النهار يطلع وتبدأ بقى بوادر الشمس هتطلع هم بتعمل برنامجك وتبدأ ايه اول ما الشمس هتبدأ تطلع تنهي التمرين ويرواحوا يناموا ويفطروا تمام التمرين دي جي اخر النهار بقى كله شغله كورة ام ام فعشان كده فترة الاعداد عمر ما فيه الاعيبة عندي جي بعد فترة الاعداد ما انتهت ان يجيله شد ولا الكرامب ولا كنتش بترجع لورا كده تفتكر المدربين الألمان مسلا على طول كانوا بيعملوا الكوبرتست ده ايوه كان صح كان صح اه واخدالك وده انت بتعمله اي بس كان مسلا انت بتقول ان هو كان بيجريك ايوه انا مبيحبش الجاري بس انت كنت بتدهولهم مقنن مش زي ما انا كنت باخده ام يعني انت كنت بتلف كام لفة الكوبرتست تسع تمام صح لازم تجيبهم اقل حاجة في حداشر دي او نص نص دي اكتن صح اه محمد سعدي كان على الله يمسيب الخير كان بيجيبهم في عشر او نص اه لا فيه دعيبة بسمه ان شاء الله محمد سعدي كان لما كنا بنعمله في المنتخب كان بيطلع الاول ويجيبهم كان هو اللي بيطلع على طول الاول ويجيبهم في رقم الواقعات بس هي طبعا كابتن محتاجة انك بتبقى محمد سعدي شاكله كان بتاع العبك هو اصلا اه يعني حتى كمان البرجر بتاع او فتحة ريجل كبيرة اوي فماشي الله كان لما بيرميها كده كان بيعدي ام اخد بالك فانا كنت بعملها بس كنت عملها ايه بقى مش اه اتناشر دقيقة او احداشر دقيقة كنت معملش الكلام ده الا بعد يعني عشرين يوم من فترة الاعداد ده كل الاعداد خلصت لا انت ساعتها كنت بتقعد شهرين وثلاثة فترة الاعداد اه انا كلها كنت بعملها شهر كامل مدغوط بدني وكورة بحيس ان انت بعد الشهر ده تبدأ تعمل ماتشات ودية هي اللي تكملك بقى فترة الاعداد اللي فات لان انت بتبدأ بدري مم يعني عما كان ده كده مدغوط في انت بتبدأ براحتك وكبالك يعني مسالان انت عندك الدور في شهر عشر مثلا وكان ساعتها بيبقى في شهر عشر انت بتبدأ مسلا في تمانية طبعة شهرين اه برنا بChristian الشهر اللي هو فترة الاعداد ده اللي هو يعني خالص محلط في تجيز اصلا حال فترة الاعداد ده كbest انه ليه هو الشهر شهر اه لا في تجيز يعني انت بتبتدي اتمرن في النادي البداية تعمل معسكر الخارجي ما كنتش بعمل الخارجي خالص فانا اعمل الشهر ده بعد كده بقى الشهر التاني ده كله ماتشات ودية وتمارين يعني عامل لي مثلا في الاسبوع 3 ماتشات ودية واخد بالك وده اللي هيكمل لك بقى فاطر لغت المباريات تبدأ بقى تشوف النواقس عندك